موسيقى بين ركام طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الافريقية ينتشر الموت موت 103 اشخاص كانوا على متنها وفي المكان نفسه كان هناك بصيص امل فقد كانت النجاة حليفة طفل هولندي في العشرة من عمره كسور مركبة في القدمين وحاليا انزمة تشفحها محدودة في العناية المركزة ومشارات الحيوية كلها ممتازة والحالة مستقرة الحمد لله السلطات الهولندية اكدت انها ستجري الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع السلطات الليبية من اجل التواصل مع الصبي ومن اجل النقل اكثر من 60 من مواطنها من بين ضحايا الطائرة المنكوبة انه لا يوم حزين في هولندا فقدنا ارواح كثيرة في هذه اللحظة نتوجه بقلوبنا الى هؤلاء الذين فقدناهم انه يوم حزين جدا رئيس الوزراء اعبر ايضا عن عدم وضوح الكثير من التفاصيل حول مسببات الحادث حقيقة لم تنفيه السلطة الليبية لكنها اوضحت عددا من الاجراءات الكفيلة بطمأنة الجانب الهولندي ودول كجنوب افريقيا والمانيا وبريطانيا وفرنسا التي فقدت عددا من مواطنيها في الحادث تم العثور على الصندوقين الاسودين للطائرة وقد شكلت لجنة للتحقيق في اسباب الحادث برئاسة مدير ادارة سلامة الطيران بمصلحة الطيران المدني الادلة الاولية اشارت الى ان الطائرة التي كانت قادمة من جوهانسبرغ وهي من طراز ايرباس 330 وقد تحطمت بارتطمها بالارض وهو ما ينفي شبهة اي عمل ارهابي الظروف الجوية من حيث مدى الرؤية وسرعة الرياح كانت جيدة ويبدو ان الطيار قد ابلغ برج المراقبة عن مواجهة الطائرة لعطب فني لكن الوقت كان ضيقا لاستدراك اي تصحيح على ما يبدو لجنة التحقيق قد تضع خرائط وكالة الفضاء والطيران الامريكية ناسا في الحزبان والتي اظهرت ان سحابة رماد بركاني قد وصلت شمال افريقيا هناء عوني بي بي سي